كما تقول لي قبل ما نروح لجيمي قصة أكوف الكويت دي الزمان كالحلاز أنا كان فيه تواصل مباشر مباشر مع أستاذ عمر أدم اللي هو المسؤول عن الملف ده كنت سألته على بعض النقاط الخاصة بيه والراجل مشكورا يعني وضح لي الموضوع مش ازاي قال لي ان احنا نهاية الاسبوع ده هننهي ملف رعاية سامسون وهتبقى هنا النادي الفنزويلي اللي هو كراكاسة ان هم يقلصوا معاه الجدولة وكل ده برضو زي صفقة وسامة أبو علي كده بعد الاعياد لان هم اتفاوضوا مع سبورت انجليشبونة على ان هم يرسلوا مبلغ يعني مثلا ما ليكم مليون دولار ويبقوا نص مليون فمحتاجين يحولوا سبورت انجليشبونة عشان يحولوا يفعلوا الاتفاق سبورت انجليشبونة لسه ما بعتش موافقة مكتوبة انه هو خلاص وافق على الاتفاق هو لازم يبعت فالزمالك يبعت له المبلغ عشان الامور كلها تسير في اطار الجدولة عندك كمان مساعدين فريرا هيخدوا جزء من المستحقات وهيبقى لهم جزء يعني هو الزمالك اتفق معاهم 90 الف دولار ندفع دلوقتي 50-60% والباقي يعني بعد فترة والناس وافقت لهم مصاعدين فريرا فالزمالك شغال دلوقتي على ان هو يوصل يوم مثلا 15 يناير والملف مثلا يكون خلص تماما عظيم بحيث ان هو لو عنده صفقات برضو يخلصه فحتة سيولة المالية هي برضو اللي مأخرة شوية حاجات في جوة نادسة مالك ممتنزة فبالتالي ملف اقاف القيد اتوقع مكسموم 15 يناير مش مكسموم يعني هو زمالك حاطط له هو الحد الاقصى ان هو على منتصف الشهر ولكن تعرف ممكن سبورت انجليش بونه يجي في لحظة يقولك لا انا عايز المبلغ كامل عادي جدا فوقتها الزمالك يحسب حزبته تاني فبالتالي هو الملف السيد عمري هذا مشغال فيه ان هو على بعد الانتهاء من الاجازات والاعياد ان هو يحل الموضوع يعني اقصى حاجة يكون 15 يناير الملف محلول ممتنزة